اشتركوا في القناة نعم إذن قرارات مهمة جدا تلكم التي جاءت في الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون حيث أمر رئيس الجمهورية بتخصيص عشرة مليارات دينار أي ما يعادل ألف مليار سنتيم فورا من صندوق الكوارث لتعويض متضررية تقلبات الجوية الأخيرة على أن ينتهي التعويض نهاية الأسبوع الجاري كما أمر السيد الرئيس بإسكان كل من فقد بيته بالكامل خلال 48 ساعة من صدور بيان مجلس الوزراء السيد الرئيس أمر بإعادة ترميم الطرقات والمنشآت فورا وتخصيص حافلات لنقل المتمدرسين في المناطق التي يتعذر حاليا الترجل فيها بسهولة نحو المدارس كما أمر السيد الرئيس بصرف منحة للصيادين الذين تضرروا من التقلبات الجوية إلى غاية تهيئة الموانئ المتضررة هذا وأمر رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بالتكفل الفوري وعلى عاتق الدولة في تعويض الصيادين الذين فقدوا قوارب الصيد كما أمر وزير الداخلية ووزيرة التضامن الوطني بنقل تعازي السيد رئيس الجمهورية لعائلات المتوفين جراء هذه التقلبات الجوية الأخيرة كما أمر السيد الرئيس بتثبيت اللغة الإنجليزية بداية من السنة الثالثة ابتداء وذلك بفتح تخصص أستاذ تعليم ابتداء في اللغة الإنجليزية فورا بداية من الموسم الدراسي الفين وثلاثة وعشرين الفين واربعة وعشرين هذا وأكد السيد رئيس الجمهورية على الإسراع فورا في توظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراء وفق مقترح وزير التعليم العالي والبحث العلمي ولأول مرة في تاريخ الجزائر تقرر في مجلس الوزراء وضمن مشروع القانون التمهدي للصفقات العمومية إضافة الصحافة الإلكترونية المعتمدة كآلية للإشهار في الصفقات العمومية هذه أبرز النقاط التي جاءت في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون إضافة إلى نقاط أخرى سيتم موافتكم بها في المواعيد الإخبارية اللاحقة وهو كذلك أحمد خير الدين شكرا لك على كل هذه التفاصيل كنت معنا مباشرة من مقر رئاسة الجمهورية شكرا لكم مشاهدين الكرام على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة